اه نبحة نبحة ستنا هنا في حاجة مفهوم نابت وجبنا قديمة وأحب الناس كلها وأحب الخير للناس فقالك كم سنة ثانية؟ فقالنا يجي عشر سنين الحمد لله هنا أي صناعة يشتغل عندي ما يقدرش يقول لحد على الله أي حاجة عايزة من الشاي بس موسيقى أشهر من شبكات المحمول كل اللي مامش في حتة عند ستين أمفيسة يقول لك المعلم فلفل ده إيه حكايتك بقى وإيه الموضوع وقالولي أن أنت عامل أكبر قهوة هنا وأحلى قهوة هنا وبتلم الحبايب غير أنك بتعمل نفحات احكيلي بقى عايزة أعرفات دخلني لعالم بتاعك عم فلفل أنا هنا من موليد السيدة أمفيسة وفتحني المكان ده حوالي بقى له خمسين سنة نعم والدي يا الله رحمه خمسين سنة؟ يقول أنت كم سنة عشان هو خمسين أنا خمسين بس أنا السلامت على الأبوي وطورنا الدنيا وكلا بس أنت خمسين سنة؟ أرحمه بناديك صح حبيب عندك أولاد؟ أه معي ستة ستة؟ بهو أكبر وجدة كمان عمالها إزاي دي؟ ده الواحد بيخطب بالعافية ما شاء الله الحمد لله ممسوط بقى وإن العزوة حواليك كده الحمد لله ما نخلوه الحمد لله قولي بقى بتعمل ايه في يوم الأجازة هنا في منطقة ستين أمفيسة؟ إحنا هنا الحد والجمعة مشهولين بالفل النابت والجبنة القديمة وكده ومشهولين بالسال بالرب القرنفل والكلام ده بتاع زمان بقى لا أقول النفحات اللي بتعملها أقول اللي يعني النفحات بقى فل النابت وجبنة قديمة وعيش وعيش وعادس وجرجير والحاجات دي يعني على حسابك كل ده الحمد لله كل الجمعة بتعمل كده؟ فل ربنا الحمد لله الحمد لله كل جمعة عشان يجي بقى ونقض واللي حابب يجي تصور معاك يجي تصور معاك ويجي كل لقمة حلوة نفحة اللي مش هاسمها نفحة؟ اه نفحة اه نفحة ستينة كل يوم جمعة امتى بقى الساعة كم بتعملنا؟ بعد الصلاة الغد ما تخلص؟ اه وكل جمعة؟ كل جمعة ان شاء الله بقالك كم سنة تامي؟ بقالنا يجي عشر سنين كلام ده مفيش جمعة فوتة؟ لا 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 الحمد لله بتبقى سعيد بقى والناس ملمومة حواليك كده وبتاكل معاك؟ اه طبعا اجمل اه اجمل احساس احنا نجي نصور معاك ونشوف اليوم ده ونجي نحضر النفحة ونشوف سعادة الناس ونشوف سعادة في المولد بقى بقى بنتبح وكده تتبح اه مولد ستينة تبقى النفحات بقى لحمة وكده وكده طبعا انت ايه سر حب الناس لك؟ ليه دايما يعني ما جيت شفت هنا كبر وصغير ستات ورجالة كل الناس بتحبك ايه سر؟ ربنا الحمد لله الواحد كويس مع الناس كلها بحبش عادي حد وفي حالي الحمد لله واحب الناس كلها واحب الخير للناس ولو بيدي اي حد ساعد بها اي حد بعملها الحمد لله يا اكتر حاجة علمتها لولادك الادب وطولة البال الادب وطولة البال يعني دي نعلمها لولادنا كلنا اه ربعا الادب مع المكان اللي قدامك ايه برضو خليك انت على مبدأك ما تعملوش بمعاملته كنت تتمنى ان انت يبقى عندك مكان بتتجمعوا فيه كل الناس اللي هي يعني خسار القامح بايبك واخوتك اللي انت بتحبهم كنت تتمنى تجمعهم وطاقط معاهم وتشوف مشاكلهم اه طبعا وكرت تعمل كده هم عاملين جامعية بس انا الموضوع صعب يعني عايز مكان وعايز كده وليه اعلاقات بيهم ساعات بيجوني برضو كده لو جالك واحد قالك انا معايش حق كوباية الشاي وعايزك تعزمني على كوباية الشاي قول بصراحة مش عشان بنصور والله اسألك انا الحمد لله هنا اي صناعة بيشتغل عندي ماقدرش يقول لحد على الله اي حاجة عايزها من الشاي بس اي حاجة عايزها الحمد لله بفضل من الله حلمك ايه نفسك في ايه السطر بس الحمد لله واشوف عيالك وايسة وحياتك وايسة الحمد لله دعوة الحج والحج قدالك طبعا الحمد لله كنا تحت رجليهم وتعلمنا كده الحمد لله كنت تحت رجليهم اه طبعا الحمد لله طيب عايزة اقول لك على حاجة انت عارف ان انت اي خير انت فيه هي دعوة ام والدعت وهي انت اللي عايش بيها لغاية النهارة اه طبعا عارف الحمد لله بارك ربنا وستينا والحمد لله وهم تعيين لنا الحمد لله ربنا يبارك في عمرك عم فيك ربنا يخليك اصد محمد هنجيلك نعيش معك يوم النفحة ونحضر ونفرح الناس ونصور مع الناس ونشوف اليوم الجميل ده عم فلفل الناس ملمومة حواليه ازاي وعايز اقول لكم عم فلفل كان زمان الناس اللي تعرفوا شخصيا كان زمان ايام ما كان شاب كان بيعمل بيغني وكان بيعمل حاجات جميلة هو دلوقتي قالك انا مع ربنا انا ماشي في طريق ربنا افرح الغلابة وافرح معاهم مش عايز حاجة من الدنيا تاني صح اكلنا في النابت ان شاء الله تنور الدنيا انت وحبايبك كلهم احنا كنا النهاردة في احلى قهوة فيك يا حارة وموزيع الحارة لما يختار قهوة بيبسط النهاردة كنا في قهوة فلفل في الستين انفيسة ان شاء الله حنيجي نحضر النفحة وتشوفوها بعنيك شكرك جدا عن فلفل احلى بوسها في الدنيا احلى بوسها في الدنيا شكرا شكرا